مرحبا متابعين الأعزاء وياكم أخوكم حسين من قناة تيك فون اليوم عندنا تسريبات الهاتف اي 90 من شركة سامسونج وهذه التسريبات يعني ممكن تعتمد عليها بنسبة 90% فلذلك كان كتبت على الفيديو رسميا لأن هذه التسريبات من مصادر جدا موثوقة فأتوقع أن هذه التسريبات نفسها تجي تبقى الأصل أو شوية اختلافات كلش بسيطة عن الإعلان الرسمي فأول شي قبل ما نبدأ كالعادة رح نأخذ نبذة عن تاريخ سلسلة الاي سلسلة الاي هي بوحدة من أنجح سلاسل شركة سامسونج حيث أنه هي انطلقت بألفين وخمسة عشر لكن أول ما انطلقت بألفين وخمسة عشر صراحة أن كانت أجهزة فواشلة أجهزة ما تستاهل لأن الشخص يشتريها لكن بعامل ألفين وستاعش طوروا من عدها حولوا الظهر إلى زجاج وصارت سلسلة مرتبة وبعامل ألفين وسبوط عشر سلسلة هنا تقلقت انتقالها كلش كبيرة حيث أن كل أجهزة صارت مقاومة المياه بالغبار بمعيار IP68 يعني المسافة مترو ونص المدة نص ساعة ما عليها شي بالماء وصارت كلها تتملك منفذ الشحن التايب سي وصارت كلها تتملك مستشعر البصمة فهذا فتشي جدا ممتاز وبالأضافة إلى أنه الأجهزة كانت ظهر من زجاج وكاميرات أمامية وخلفية 16 يعني أجهزة راقية وبعامل 2018 انطلقا جهازيا بس الأي فايف والأي ثري ماكو راحا بعد من السلسلة أجي بمكان هن الأي سيفين والأي ناين بهاي السنة الشركة ركزت على موضوع الكاميرات حيث أن الأي سيفين أجي بكاميرات ثلاثية خلفية وكاميرات جدا حلوة واحترافية أما الأي ناين أيضا اجي بكاميرات خلفية لكن رباعية ولحد الآن ماكو جهاز متوسط يحمل كاميرا رباعية فهذا الجهاز اجي يملك الكاميرا العادية والألترا وايد والتليفوتو وكاميرات التي او اف او العمق الصورة او العزل يسموها البوكة وما بعمله 2019 فقررت الشركة انه تطلق عشر نسخ من عنده اللي هي اول شي غالكسي اي عشرة هذا موجود حاليا وكلي تتعرفه تقريبا ووراها غالكسي اي عشرين جهاز متوسط او متوسط دونه متوسط جيد جدا وراها غالكسي اي ثلاثين واي اربعين الاي اربعين ما وصل للعراق لأنه انطلق بس للاسواق الهندية وراها انطلق الاي خمسين واحد من الاجهزة المميزة وراها انطلق اي ستين الاي ستين ايضا ما وصل للعراق لانه هو انطلق للاسواق الهندية وراها اي سبعين وراها اي ثمانين انطلقوا ولحد لا ما وصل للعراق ما حد يعرف شو نسالفته والسا اليوم انه ياكم عندنا تسريبات الاي تسعين واتوقع بشكل كبير انه شركة تعلن عن غالكسي اي مية فاليوم عندنا غالكسي اي تسعين اول شغلة هذا الجهاز رح يجي بكاميرا دوارة مية بالمية هذا الشي مؤكد وراح يجي طبعا بمنفذ شاحن تايب سي مية بالمية رح يجي بمستشعر داخل الشاشة هذا الشي اكيد وراح يجي بحجم شاشة 6.7 انج وهو حجم جدا مميز بدقة الفول اش دي بلاس هذا الشي مؤكد وراح يجي بمعالج سناب دراجون 855 هذا الشي ايضا مؤكد بالنسبة الرام فماكو اي شي مؤكد لكن توقع انه هو من 6 الى 10 هيش يعني رح يجي بيه 3 نسخ او ممكن يجي بيه نسخ تين 6 و 8 المهم تخزين يبدي من مية واثمائة وعشرين انتهي بخمسمائة و اطناعش حسب التوقعات هذا الشي مو مؤكد وعدنا البطارية طبعا تايب سي قلنا حجمها اه توقعات 4000 او 4200 ميلي امب شنو بقعدنا بقعدنا الكاميرات الكاميرات رح تجي مثل ما قلنا دوارة هي ثلاث كاميرات بين قلوب امامية وتصير خلفية رح تجي الاولى بدقة 48 ميجا وراح تجي الكاميرا الثانية من نوع الالترا وايد اللي هي العدسة هالعريضة بدقة 12 ميجا بيكسل رح تجي الكاميرا الثالثة اللي هي من نوع تي او اف للعزل بدقة الخمسة ميجا بيكسل واصفت شي جدا مميز بنسبة لها الكاميرات اللي هو الاو اي اس او المثبت البصري رح يجي بهاي الكاميرات مثبت بصري لكن من نوع جدا مطور بحيث انه الصورة رح تكون ثابتة ثبات كامل رح يطيك هذا المثبت البصري اداء مثل المثبتات الميكانيكية اللي خلوها للكاميرات مثل ما تشوفون قدامكم بالشاشة اه مثل هاي يعني اللي تكون غالية سعر رح يطيكو اداء مقارب جدا الاداء هذا المثبت الميكانيكي الاحترافي وبنسبة للسعر وهو كل الناس تنتظره سعر المتوقع مو مؤكد من 600 دولار الى 700 دولار او 800 دولار لان صراحة يسوي هذا المبلغ اذا نزل بهالي المواصفات الكاملة يعني نفسها بالضبط طبق الاصل رح يجي يعني بمواصفات عالية ورح يكون سعره انا اعتبره مناسب لان مواصفات عالية ومن شركة سامسونج هذا الشي واحدة كافي باعتبارها اكبر شركة مبيعات بالعالم ويعني شركة راقية واجهزتها اثبتت جدارتها بشكل قوي فاتمنى استفاديتم من الفيديو وعجبكم الفيديو واذا اتمام اشترك بالقناة اشترك ودوس اللايك وفعل الجرس ليش لان احنا عندنا كل يوم خميس فيديو اسعار وما كوي قناة تقدم هذا الشي بس قناتي انه كل اسبوع كل يوم خميس فيديو اسعار فاتمنى عندك تشترك وتفعل الجرس الفائد تي والفائد تيك الفائد تي انه انا احصل عدد الاشتراكات والفائد تيك انه انه انت كل يوم خميس راح تعرف الاسعار بالاضافة الى المواضع التقنية يعني شروحات تسريبات كل شي راح تعرف هذا فاتمنى ما عندك انه تشترك وتكون وتفضل عليه اللا هنا ونتهي الفيديو اتقابل تحياتي اخوكم اشتركوا في القناة